هنقدر نصلح لاقتصاد المصري ولا هنكمل وهو خربان طبعا هذا النظام حتى هذه اللحظة سمعنا عن كلام كتير عن تغييرات كتير سياسية تبدأ من منصب رئيس الوزراء وتنتهي لمنصب محافظة قائرة مش واضح انه فيه اي حاجة في هذا المجال ومش واضح انه فيه اي تجهيز في هذا المجال يعني مثلا النهاردة لقينا تصريحات من رئيس الوزراء الحالي في ملف مثلا سد النهضة وده كلام هنتكلم عنه لاحقا في هذه الحلقة لكن الرجل في مكتبه وشغال وبيروح للعاصمة الادرائية كل يوم يمضي ومرتبه هنزل اول الشهر والحياة يعني زي الفل اذا وضعنا الاقتصادي فيه تغيير ولا هنصلح بالناس اللي موجودة قصة محتاجة تفسيرات كتيرة لكن نبدأ على طول باول خبر فيها وهو ان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهد توقيع اتفاقية اطارية لتطوير مشروع الهيدروجين الاخضر في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس المنطقة الاقتصادية في قناة السويس بنعمل فيها بدايات مشروع بيمضيها رئيس الوزر الحال داخلين يا جماعة هو حتى الهيدروجين الاخضر هنبيعه شوف يا حاجة الهيدروجين الاخضر ده حاجة طريقة لانتاج الهيدروجين بشكل يحافظ على البيئة وفيه سوء ليه وقادينا بنعمل اول مصنع هو في المنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس هل دي بدايت خير يا رب بس هل ينفع اقنع حضرتك انه رئيس الوزراء اللي في العشر سنين اللي فاتوا خرب مع رئيس الجمهورية الاقتصاد هيقدر يصلح معرفش هل هيقدروا يصلحوا الاقتصاد بالهيدروجين الاخضر ولا هيصلحوا بالهيدروجين اللي ملوش الوان لكن بالتأكيد اتمنى انه الاخضر الدولار يكون هو يعني الاضعف في المعادلة مع الجنيه المصري في محاولات الحلول المستمرة والبحث عن حلول المستمرة لحل هذه الازمة الاقتصادية المتراكمة والمتفاخمة في مصر يبقى السؤال زي ما بدأ سميح وسأل هل مصر قادرة على معالجة الاضطرابات الاقتصادية ست سنين طالعين اهو عندنا ست سنين جداد عندنا حتى في بعض الكلام بيتقال بيقولك ده احنا رئيس الحكومة اللي هيجي الناس بتفكر في رجل اقتصاد جامد جدا هو اللي ممكن ييجي يبقى رئيس الحكومة وكأنهم يعترفون بان هناك ازمة اقتصادية ولن يكون بحل هذه الازمة الاقتصادية الا بالخبرات والقامات الاقتصادية المتواجدة طيب ده واحد من الحلول طيب الاقتصاد المصري ما الذي ينتظره في عشرين اربعة وعشرين ممكن احمد لكم الخبر الاولاني ولكن عايز اقول لكم ان هناك ازمات اقتصادية وهناك بيع للشركات وهناك ارتفاع في الاسعار ويبقى السؤال الذي سألناه في بداية هذه الحلقة من ينقذ مصر في واحدة ايضا من موضوع بيع الشركات عندنا شركة اسمها الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية وهي مشهورة بلوجو ايكون ايكون دي هي شركة تابعة لمجموعة طلعة مصطفى طيب هتعمل ايكون اللي هي تابعة لطلعة مصطفى قالت لك احنا نعمل تحالف لاتمام صفقة الاستحواز على شركة الفنادق التاريخية المصرية مصر فيها يا جماعة فنادق تاريخية فنادق تاريخية تملك من منذ نشأتها وحتى الان تاريخا طويلا وشكل مختلف في المعمار والبناء ولها اهمية خاصة جدا طيب الفنادق التاريخية المصرية دي هتبدأ شركة ايكون تستحوز عليه طيب ايه اللي هيحصل بالضبط قال له خلاص الموضوع حسم وتم الاتفاق على كل التفاصيل ولكن لم يعلنوا هذه التفاصيل هيعلنوها بكرا ان شاء الله وايكون هتكون لها حق ادارة هذه الفنادق التاريخية طب ايه الفنادق التاريخية اللي ايكون هتستحوز عليها او هتمتلكها او اللي الصفقة دي بتتكلم عنها قال لك الصفقة دي بتشمل سوفوتيل اولد كتراكتا اسوام وعندك موفمبيك اسوام وعندك سوفوتيل وينتر بلاس الاكسور وعندك شتيجن بيرجر التحرير وشتيجن بيرجر سيسل الاسكندرية وماريوت مينا هوس وماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام ويمكن انتم من الاسماء والمواقع المصريين عارفين اهمية هذه الفنادق التاريخية واهمية مواقعها كمان الجغرافية وانتشارها في عدد كبير من محافظات مصر وفي مختلف محافظات مصر طبعا خلينا نقول انه طلعت مصطفى كان هدف الرئيسي في الاول هو شراء 37% فقط من هذه السلة اللي هي تملكها فلوس اصلا يعني كأننا بديك فلوس لما اجي اقول لك فندوق كتركت لقصر ده او كتركت اسوان فانا ما ببعلكش منتج او قطعة ارض او مبنى بديك مجند بديك تاريخ بديك فلوس لوحدها يعني انت لو كده ايه قررت تعمله متحف واتطلق دخل علي الناس في تذاكر هيشتغل معاك او قررت انك تعمله فندوق وتكمل مسيرته في وتجيب احسن وافضل الاسماء العالمية في مجال الفندوق هتيجي معاك اللي حصل في الفترة دي انه شام 3 مصطفى بصل الموضوع بشكل طبعا بعد مزار بقى وشاف وقرر الورق وفريقه بقى اكتشف السروة والكنز الحقيقي اللي هو محطوط قدامه قالك ايه ده 37% وافضل انا بقى الحكومة تقرفني وما دام سامية تقولي بقى انت ما جبتش الختم ليه والارادات فين وبتاعت طب ما انا الام شوية فلوس كمان وكمل على 37% دول واشتري 51% فيبقى عند اليد الطولة والسيطرة الاكبر على الاطلاق في هذه السروة العقارية الفندقية التاريخية كياني بقولك كده انا هبعلك المتحف المصري في مدان التحرير تخيل انا قلتنا وهشيل منه الحاجة يعني ما فيش قطعة اثارة تبقى موجود تخيل انت حجن الرغبة في التملك هذا المكان حتى لو البلد دي فيها حرب دائرة مكان اماكن في الحياة يا جماعة ومش مكان ولا مكانين اماكن يعني مش عارف اقول ايه هقولكو في دول في المنطقة دي ها ما عندهاش ما عندهاش هذا الارث التاريخ يعني تروح البلد تبقى زي الفل وجميلة جدا تحب تعد فيها وتتفسح وكل حاجة تدور على اقدم فندق فيه هتلاقسنا التمانين كلمك على فنادق بقى من الف تسعمية و الف وتسعمية و حاجة ويقولك هنا الجنرال فلان بات والاميرة فلانة باتت و ده فيه ده كتراكت اللقسور ده غالبا باتت فيه الاميرة اوجيني لو انا فكر كويس لاحنا لو ادهرنا اللاحة كتير اه يعني فيه غرف يعني مثلا كتراكت اسوان ده ده فيه ناس بتيجي من خليك تقولك انا عايز انزل المكان ده فيه غرفة الفلانية والغرفة دي صح اه فيه غرف يا جماعة مكتوبة باسماء من سكنوا فيها فيه غرف مكتوبة باسماء من سكنوا فيها قدي ايه قيمة تاريخية للاماكن دي دي مش مجرد فنادق مبحد مش بكلمك على مباني طولها كام متر والمتر المربع هنا بكام بكلمك على كل طوبة كل طوبة بتمن فالبلد محتاجة ومحتاسة وهشام طلعت مصطفى رجل شاطر ويقدر يجيب على 37% فلوس تانية على كنز زي ده فقدر يلم ال 51% تعالوا نشوف لمس الحديدي بتقول ايه عن هذا الموضوع اعتقد ان اهم صفقة ستوقع غدا هي الاتفاق النهائي بين مجموعة طلعت مصطفى ومن معها من شركاء اجانب والحكومة لشراء حصة بالشركة المالكة لعدد من الفنادق التاريخية المفروض تبقى للمعلومات اللي عندنا ان المجموعة طلعت مصطفى هتشتري حصة هترتفع الاول كان معلن انها تشتري 37% ولكن معلوماتنا دلوقتي بتقول ان احنا بنتكلم على ربما حصة اكبر تصل لـ 51% من شركة إيجوتاك الملكة السبع لعدد من الفنادق التاريخية ايه الفنادق؟ ماريوت الزمالك، مينهاوس، الهرم، شتيجنبرجر التحرير، سيسل اسكندرية، وينتر بالاس، الأخصر، كاتاراكت أسوان وموفم بيك أسوان تقريبا هي قالت نفس الكلام اللي احنا قلناه واللي الساميح أكد عليه أيضا بأن دي يا جماعة حاجات صفقة مهمة جدا وصفقة تاريخية وصفقة رابحة لإيكم ولطلعت مصطفى طيب مش بس كده مش محاولات استحواز وشركات وفنادق تاريخية لا ده انت كمان الحكومة محتاسة دلوقتي وبتدور على طوق نجاة لإيه بقى؟ للفنكوش المصريين سموا العاصمة الإدارية الفنكوش لأن ما استفدوش منها أي حاجة ومع ذلك رغم عدم استفادة المصريين من العاصمة الإدارية بأي شيء إلا أن الدولة والنظام ما زالوا يبحثون عن طوق نجاة لإدارة هذه العاصمة الإدارية الله طب ده انت عندك أزمة اقتصادية وعندك ديون وعندك بلاوين تلتلة في البلد في كل وفي خضام هذه المشاكل لم ترى إلا إصلاح مصار العاصمة الإدارية الجديدة اللي محدش مستفيد منها الحكومة يا جماعة عمالة تدور على طوق نجاة تخرج بيه من الغرق اللي غرقوا وغرقونا معاهم في العاصمة الإدارية الجديدة عندنا أزمة مالية طحنة زي ما قلت لحضرتك عندك ركود تضخمي بقاله سنتين شغال ركود تضخمي فيه يعني مسارات كتيرة جدا موجودة ومتأزمة وما زالت الدولة تبحث عن حل للعاصمة الإدارية الجديدة طيب يا تكلفت كان بقى عايزة فكرك أصل الرقم ده يعني احنا مستلفلوا من كل الدول ديون دولية خمسين مليار دولار خمسين مليار دولار دي ديون دولية جماعة ديون دولية عملوا حملات تسويقية عملوا تعريف لرجال الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وعندنا هنا كذا وعندنا هنا كذا والمباني والسكن والفيلا والشؤاء والبتاع والكلام ده كله ومازالوا في ورطة كبيرة جدا وفي حلقة نقاشية ضارت بجمعية رجال الأعمال المصريين مع رئيس العاصمة الإدارية خالد عباس خالد عباس قعد مع رجال الأعمال وقعد يتكلم معهم وقالوا احنا عايزين نحول العاصمة الإدارية إلى شركة قابضة وتكون خاضعة لقانون الاستثمار أسوة بشركات القطاع الخاص طيب هيعملوا يعشان يعملوا ده لازم يعيدوا هيكلة العاصمة الإدارية من جديد إعادة هيكلة للعاصمة الإدارية بالكامل عشان تصبح بعد ذلك شركة من شركات التنمية والتطوير العقاري وتستثمر ويكون لها الحق والإدارة في إنشاء شركات تابعة للعاصمة الإدارية وشركات مشتركة أيضا تقدم الخدمات الفنية والطرفهية وإنهاء التراخيث إذن النظام في ورطة بعد بناء العاصمة الإدارية الجديدة وبعد أخذ ديون وكروط كثيرة جدا من مختلف الدول وما زلنا لم نستفيد حتى هذه اللحظة من العاصمة الإدارية الجديدة ليس هذا وفقط بل نبحث أيضا عن طريقة لسداد تلك الديون إذن القصة شديدة الوضوح النظام عنده انتخابات رئاسية نجح عملها النفس ونجح فيها ألف مبروك جاب قيادات سياسية ومعارضة سابقا ومرشحين حاليا ومعزومين ومدعوين على القصر الرئاسي وبنشرب شاي مع بعض وبنحكي في توجهاتهم لحلول لا أعتقد أنه ولا واحد في الأربعة عنده أي حلول لأي حاجة بس حتى دي كمان عملها تمام طيب ها ايه حصل إحنا مش في بداية الأزمة أنا مش بحذرك أو بكلمك عن قضية إحنا هنعيشها إحنا قلنا إن إحنا وصلنا ل67 اقتصادية إحنا في قضية إحنا عايشينها والخروج منها واضح إنه ما كانش ومش هيكون عن طريق الانتخابات الرئاسية أكتر من صديق في الحقيقة يعني وخصوصا من الأصدقاء الغربين أشاروا لي أنه حجم النشر عن مسألة الانتخابات الرئاسية كلها برمتها بما في ذلك نتائجها على المستوى العالمي كان ضعيف جدا كان ضعيف جدا يعني لم يتحدث فيه أحد إلا بمنطق إنه مبروك يا جماعة عم فتاح السيسي كيسي للمرة الثالثة في انتخابات ما كانش المفروض يخشها وشكرا العالم اللي فيه مستثمرين والمفروض يجي يغرقوا البلد بالدولار مش عايز يسمع أصلا قصتك بما في ذلك المصرحيات اللي أنت متوهم أنك بيعني إيه شاطر وجميل ولا شاطر ولا جميل فاشل وخايب ومضيعنا هنكمل ضياع ولا فيه أمل إن إحنا ربنا يفتح في وشنا السكة والدنيا تمشي ولو هبابة ولو حاجة بسيطة ولو بكلمتين كويسين ولا هي أصدر أحمد بالضبط كده عشان كده بلومبرج اتكلمت أحمد في النقطة دي تحديدا وقالت إن مع نهاية الانتخابات اللي نجح فيها عبد الفتاح السيسي مصر بتعاني من ضقيقة مالية كبيرة جدا وبيتحاول إن هي يعني تخفف من نقص الدولار صرفنا 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 حبة حلوين في النتخابات يعني إنت مثلا لو حسبت لو إنت حسبت مثلا إنك إنت إنت معندكش دولار أيوة خلاص طبعا طيب أوستاذة حسانة آه بالضبط كده خليك معنا أصلي يعني بلومبرج احنا بنتكلم بلومبرج خلط تخيل إنت معايا إن إنت كل البلاستيك أيوة اللي اتعاملت بيلي وفط الانتخابات بتاعت الرئيس والبنارات والبنارات والحبر والألوان دي جي بتجي بالدولار طبعا أصلا طبعا يعني ما فيه عش منتج واحد بتعمل في مصر طيب إذن بقى إحنا هنخش بعد الانتخابات مرحات ما بعد الانتخابات وفي جيرنا كم دولار حدش بيقول طبعا وقال لك بس ما تلوش يا جماعة ما فيش تعوين بعد الانتخابات بس يمكن عشانة دي أمامة لما رح أصل الاتحادية وحس بالموضوع إنه شغال ممكن مثلا يطلع حاجة من تحت البلاط يا رجل ده كان قاعد قاعدة ولا اللي راح ياخد حاجة في جيبه طيب المؤم خلينا نروح لحاجة مهمة جدا وهي إن مصر للوقت بتبحث يا جماعة موضوع غريب جدا بيقول لك هنبدأ نطرح سندات بالعملات الخليجية وخبالك إنت معايا هيترحوا سندات بالعملات الخليجية بيدرسوا القصة دي والتكلفة أكبر التحديات طب ما احنا عارفين أصلا إن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا دائما وأبدا في الماني في الكاش في الفلوس عندنا مشكلة في الدولار عندنا مشكلة في أي عملة عندنا مشاكل وإنت لما تيجي تقول لي التكلفة أكبر للتحديات أنا كده يعني انبهرت مثلا اتفاجئت لا ما أنا عارف أنا عارف ده كويس جدا وزير المالية نفسه سيد محمد معيط قال لك احنا عايزين نروح عند الأسواق الدولية ونبدأ نتوجه للأسواق الدولية ونبدأ نشتغل شوية وندرس طرح سندات بالعملات الخليجية طيب هو أنت أصلا تعرف تكلفة التمويل هتبقى ديه وهل انت جاهز لهذه التكلفة وهل انت جاهز أن تطرح سندات بالعملات الخليجية وانت أصلا عندك أزمة كبيرة جدا جدا في الكاش أنا معرفش طيب قال بقى وزير المالية كمان قال كلام مهم قال لك فيه دراسة ان احنا خلال الفترة اللي جاية جماعة هنحتاج ان احنا منسق مع المستشارين والمحامين وان الامر اعطف تكروسة لان احنا نروح نطلب ده فنطرح السندات فهيتوافق عليها لا ده لسه فيه نقاشات وفيه موافقة للدول صاحبة هذه العملات أصلا هيوافقه ولا مش هيوافقه وقال لك ان احنا لابد أيضا من الحصول على تمويلات بتكلفة معقولة طب الامر سهل لا الامر في غاية الصعوبة ليه؟ لان عندنا مشكلتين أساسيتين وهما ان التصنيف الاقتماني لمصر سيء جدا السياسة النقدية متشددة جدا كما وصفها الاقتصاديون ترجمة نانسي قنقر